السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. من ساعات قليلة طلع علينا فيتوريا بقائمة المنتخب. القائمة النهائية اللي هيسافر بيها ان شاء الله لكود فوار وان شاء الله بازن الله يرجعه بكاس امم افريقيا كل التوفيق للمنتخب المصري. ايا كان من اللي بيلعب فيه. بس القائمة فيها حاجات اه هو اولا دي رؤيته هو وهو اللي هيتحاسب وهو اللي هيتسئل. بس احنا نقعد ندردش مع بعض ونقول مين? كان اولى في المكان ده. ده اولى من ده او ده ينفع او ده ما ينفعش. احنا نقعد ندردش مع بعض وردوا عليه في التعليقات. قلولي الاختيارات اللي احنا بنقولها. اللي ده افضل من ده صح او غلط. ونقعد نتناقش مع بعض في الموضوع. لان هو مش قرآن. هو اكيد برضو بيخطئ وبيصيب يعني ما مش اه مش اله هو يعني اللي هيختارها يبقى خلاص هو ده الافضل. لا لا طبعا. فاحنا نقعد نتكلم مع بعض شوية ونشوف مين الافضل اللي كان ممكن ياخده رويش فيتوريا وما ضموش للمنتخب. بس قبل ما اه ما نتكلم في كده طلع علينا ابراهيم عبد الجواد بتصريح جامد جدا عن التصريح اللي قاله امام عشور في الامارات عن الهجاص. فنروح نسمع هو قال ايه? ونرجع تاني. يعني عايز اقف مع حضراتكم عنه تلات لعيبة في اه لقاء النهاردة وتلات مشاهد. عايز ابتديهم بتصريح النهاردة بعد الاستوديو التحليلي كان لامام عشور. وامام عشور قال في اه هذا التصريح انه مفروض التصريح كان مفروض يبقى موجود معنا بس انا هقول لكم ايه اللي اتقال فيه يعني? اللي اتقال فيه انه انا مش هرد على الشمتين وعلى الناس اللي بتشمت فيه لان النادي الاهلي دي سيستم فانا بتتبع هذا السيستم. ومش هرد على الهجاصين اللي بيشكلوك انا يعني يعني بيتكلم بشكل عام يعني على الناس اللي. لا هو بيتكلم على رضع بعيد. مش هقدروا اي نقد. اللي بتتطول وتتجاوز في حق اللعيبة تحت مسمى النقد وهو ملوش اي علاقة بالنقد. الحقيقة دائما وابدا او مش دائما في مرات كثيرة جدا كانت الناس بتتكلم على عقلية امام عشور وانه بيرتكب بعض الاخطاء وانه بيقول كلام لا يليقوا الكلام ده كله. الحقيقة في الموضع ده في الموقف في الموقف ده في التصريحات دي انا بسقف لامام عشور. بسقف له على تصريحاته دي لسببين. السبب الاول انه يريد تفضل كده امام. ان ما تردش على حد اللي يشمت اللي يتكلم اللي يعمل اي حاجة خلي ردك في الملعب وبس لان بلا شك انت واحد من اهم مواهب الكرة المصرية بلا جدال. ولو قدرت تفضل بنفس هذه العقلية وتتبع السيستم اللي انت بتتكلم عليه اللي موجود في النادي الاهلي. هيفرق جدا 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 معاك في مشوارك وتاريخك ومستواك وكل حاجة تموت لامام عشور في كرة القدم. الحاجة التانية والمهمة جدا انه النقطة اللي اتكلم عليها امام عشور دي نقطة في غاية الاهمية وانتشرت الفترة اللي فاتت بشكل فج وشكل مزعج جدا جدا جدا. لا هي من بدر يا ابراهيم قت على كهرباء باللامين. وهو مالوش اي علاقة بالنقد نقد اللعيبة. هو فعلا زي ما امام عشور وصف وهو هجص. لان فرق كبير بين ان انا انتقد حد. عشان اشوفه احسن. عشان اشوفه افضل وده دورنا كاعلام. اه. وبين ان انا شوه حد او اقلل منه او اتطول في حقه وتجاوز في حقه تحت مسمى النقد وهو مالوش اي علاقة بالنقد. ففعلا يا امام انت واللعيبة ربنا يعني اقول اي ربنا يعنيكم من كم الهجص اللي ساعات بيتقال. مع الفكرة. مش معنا كده ان محدش ينتقد اللعيبة لما ده بيبقى وحش. انتقد امامه غير امامه اي حد يفيش حد كبير على النقد. انتقدوا في الكتر الفني. بتنتقدوا ازاي? انتخدوا بدون تطول بدون تجاوز عشان تشوفوا احسن قلوا مناطق الضعفة عندك كزا 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 عملها عشان تبقى افضل لكن ابدا ما تاخدش اه في عرضه ولا في حقه ولا في شخصه ولا تشتمه ولا تتجاوز في حقه. وبعدين لما امام ما بيعرفش يلعب كور. ام الميلي بيعرف يلعب. هو خط الوسط الوحيد اللي موجود في مصر دلوقتي اللي فيه ريحة خط الوسط النادي بتاع كابتن حسن شحات اللي هو حسني عبد الرب وحسن غالي واحمد حسن وشاوي هو الوحيد اللي عنده الريحة دي. امام في مية تلاتة وستين يوم يوم حقق ميداليا برونزية مع الاهلي وحقق النهاردة اول لقب لي. لو احتفظت يا امام بنفس العقاة اللي انت كلمت بيها في التصريح اللي هنشوفه حالا. هتروح لحتة مختلفة تماما. ده الاحتفال بالكاس يا جماعة. كفاية كده عشان ما نديش الهجاز ده اكتر من حقه. ده اللي قاله ابراهيم عبد الجواد بالنص عن ردع بعال. هو طبعا عمال يقولك الهجس والهجسين. لكن هو امام عشور بالنص كان يقصد ردع عبد العال. لان ردع عبد العال من اول امام مراحل اهلي وهو مسكه سلخ. ما بيعرفش يباصي ما بيعرفش اه. خلي بالكوا يا جماعة الناس دي شغالة في القنوات دي عشان بس بتهاجم الاهلي. الناس دي لو بطلت تهاجم الاهلي مش هتاكل عشو مش هتشتغل. ارجعوا كده بالفيديوهات الورا هتلاقوا ردع بعال نفس اللي قاله على امام قاله على مروان عطية. ده ما بيعرفش يباصي. انا مش عارب بيتخنقوا عليه على ايه. ما بيعرفش يباصي. على كهرباء. ده صفقة فشلة. ده بتاع مشاكل. ده بيعمل مش عارب ايه. كل ما هو يفشل اي لعيف في الاهلي. الناس دي بتتناولوا وتقعد تتكلم فيه. ها هو ده السكريبت بتاعهم. هو ده شغلهم اللي بيقباضوا عليه فلوس. لو بطلوا يتكلموا في الكلام ده لا هياخدوا فلوس ولا هيلاقوا ياكلوا. فانتوا عزروهم برضو لان ده اكل عيشهم. بس احنا لازم نرد عليهم. سيبنا بقى من الرضع بعال والهقص والكلام ده. ونروح بقى لايه? لقايمة منتخب مصر. تمام? نشوف بقى الاستاذ فيتوريا. القايمة اللي ايه اللي ضمها. بسم الله الرحمن الرحيم. القايمة ضمت محمد الشناوي. واحمد الشناوي. ومحمد ابو جبل. ومحمد صبحي. احمد حجازي. عبد المنعم. علي جبر. اسامة جلال. احمد سامي. محمد هاني. عمر كمال. احمد فتوح. محمد حمدي. حمدي فاتحي. محمد النني. مروان عطية. احمد زيزو. امام عشور. احمد نبيل كوكا. اه محمد اه محمود حمادة. محمد صلاح. مصطفى فاتحي. اه محمود ترزيجيه. عمر مرموش. مصطفى محمد. محمود كهربا. واحمد حسن كوكا. دول السبعة وعشر اللاعب اللي اتضموا. اول حد هتكلم عليه كهربا. اللي انا متأكد منه. ان فيتوريا اخد كهربا رغم انف الجميع. ناس كتير قوي ومن قلب اتحاده الكورة. ها زي حزومة كده. مش عايزين كهربا يشم بطولة افريقيا ولا يشم المنتخب ولا يبقى ليه تواجد. بس فيتوريا غزبا عنه لازم ياخده بعد العرض الجامد اللي كهربا مقدمه مع الاهل. كهربا ما سجلش بيعمل السيست. كهربا بيسجل وبيعمل السيست. تمام? فكهربا مقدم عرض جامد جدا. ففيتوريا غزبا عنه خده. ده ده رأي الشخص يا جماعة. وانتو برضو اكتبولي رأيكم في التعليقات. لسا بعد ازنكم لايك للفيديو لو سمعتم. نروح بقى لايه? لخط الظهر بتاع منتخب مصر. في خط الظهر واخد مين يا جماعة? هنتكلم عن حراس المرمى. نبدأ بحراس المرمى الاول? نبدأ بحراس المرمى. واخد محمد الشناوي واحمد الشناوي بتاع بيرمز. طب احمد الشناوي مصاب. احمد الشناوي مصاب. قال لك الجهاز الطبي اداله معاد لرجوع احمد الشناوي. فانا عشان كده ضمته. تمام? نقف عندي دي بقى. الجهاز الطبي اداله ايه? اداله معاد لرجوع احمد الشناوي. تمام? وعلى هذا الاساس هو ضمه. مع لنا? وخد محمد ابو جبل ومحمد صبحي اللي هو بقى له شهرين ملمس الكورة. يعني لو خد جد كانت مبلوعة. لكن محمد صبحي هو الراجل بقول لك محمد صبحي انا بسك فيه. وانا شايفه كويس. اوك يا باشا ربنا يوفقك في اختياراتك. نروح بقى لخط الظهر. هنرجع تاني الاحمد الشناوي. بس ايه? صبرا كده. عشان نخدهم لعب لعب. هنروح بقى مع احمد حجازي. احمد حجازي راجع من الرباط صليبي. وشوفتو كلكم في ماتش اتحاد جدة. برضو ما كانش مقدم المستوى اللي هو العالي يعني بتاع احمد حجازي اللي احنا نعرفه. تمام? احمد حجازي محمد عبد منعم علي جبر. اسامة جلال احمد سامي. علي جبرو اسامة جلال احمد سامي خط الظهر بتاع بيرامز. خط الظهر بتاع بيرامز. اتفرجوا على ماتش سراميكا وبيرامز تعرفوا ان خط الظهر ضعيف جدا. تتفرجوا على بيرامز وسيرليون ها اللي اتغلب اتنين سفر فيه بيرامز تعرفوا ان خط الظهر بايز جدا وضعيف جدا. ارجعوا لكل المتوشة هتلاقوا في مشاكل عند بيرامز في خط الظهر. فانت واخد لي التلاتة المدافعين بتوع بيرامز بناء عن ايه? يعني رامي ربيع اللي انت ما بتضموش للمنتخب فاسوأ حالاته احسن من التلاتة اللي انا قلتهم دول. ترجع بقى لياسر. ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم ما قدم عرض عالمي مع الاهلي في كاسر العالم الاندية. انا المدرب او المدير الفني اللي ما ياخدش ياسر ابراهيم في المنتخب اقول عليه اعمى ما بيشوفش. ياسر ده من اللعبة اللي ترميها في النار تلعب. الله اكبر عليه يعني. وبيتحمل على نفسه. يعني لعب راجل. فانا مش فاهم. يا ريت تردو عليا في التعليقات. ايه وجهة النظر? انه هو ياخد جبر. علي جبر. وقسامة جلال واحمد سامي. وثايب لي اه رامي مسلا مش هنقول رامي. وسايب لي ابراهيم اه ياسر ابراهيم. ردوا عليا اقول لانا بقوله ده صح? ولا غلط? انا شايف ياسر ابراهيم? ها? هو افضل واحد جنب عبنا. ومن بعده رامي ربيعة. مش عشان بيلعبوا في الاهلي. لا انا بتكلم على رؤيتي لهم في المتوش. دي ناس بتلعب على طول وانا شايف. لكن تيجي انت. حطيتلي ناس الدفاع بتاعهم شوارع وجاي تحطهم لي في المنتخب. مش عايزين بقى نقول ده منتخب مجملات وانت بتاخد بناءة عن ايه? كل ده انت اللي هتحسب في الاخر وانت اللي هتشيل واحنا بنتمنى التوفيق للمنتخب المصري بس احنا لازم يا جماعة نعلق عالكلام ده. تمام? بعد كده بقى محمد هاني عمر كمال احمد فتوح ومحمد حمدي. احمد فتوح ومحمد حمدي. طب انت واخد احمد فتوح احمد فتوح برضو ما كانش بيلعب. ارجعوا لمحمد شابانة محمد شابانة كان بيقولك في برنامج من برامجو. الراجل ده فيتوريا لو خد صبح وفتوح يبقى هو مدرب ما بيفهمش. او نقول الموضوع في ايه لنا بقى? لان دي ناس ما بتلعبش. وهو المرة اللي فاتت لما ضم اللعيبة بعد المعسكر قالك اللي مش هيبقى بيلعب في ندي وبيقدي مش هضمه المنتخب. عشان كده ازا مالك فضل دايس على فتوح وصبحي ما لعبهمش عشان يمضوا. واخدين بالكم. وفي نفس الوقت اتلاقيته ضامم صبحي وضامم اا احمد فتوح. والكلام ده لو رجعت للفيديوهات بتاعتي هتلاقين انا اقول لكم حتى لو ما لعبوش هيضمهم. تمام? بس هو في الاساس اكيد هيلاعب محمد حمدي. مش هيلاعب احمد فتوح. لان محمد حمدي رجله في الملعب وراجل بيلة احمد فتوح بقال له شهرين ما لمس الكورة. بقال له شهرين بيتكلم في في مكافئة الامضة دي ولا دفعة الامضة الاربعين مليون جنيه. مكافئة تعاقد. تمام? كل ده رجل كان بيفكر في مكافئة تعاجب. عشان يسد اللي عليه. بعد كده حمدي فتحي ها? وانني مروان عطية. احمد سيد زيزو. امام عشور. كل دي لعبة مفيش عليها كلام. احمد نبيل كوكا. ده اظهر يعني انه هو لعيب واعد لمنتخب مصر وللنادي الاهلي بازن الله. الولد ده مع انه صغير بس فرض نفسه على فيتوريا وعلى اي حد. والفضل الكولر. احمد نبيل كوكا. محمود حمادة. محمد صلاح. مصطفى فاتحي. اه محمود تريزيجيه. عمر مرموش. نقف عند عمر مرموش. عمر مرموش لعب كويس. بس انا برضو ده رأيي الشخصي يا جماعة عشان ما حدش ياخد كلامي. اه? اه بما احمل ان انا بتكلم على عيبة الاهلي عشان انت اهلاول. لا. انا شايف ان حسين الشحات افضل من عمر مرموش. ما بقولكش ما تخدش عمر مرموش. طب ما تاخد اللي اتنين. انت واخد اربع حراس مرموش ليه? ما تاخد تلاتة. واخد حسين الشحات مع عمر مرموش. هينفعك. حسين الشحات شمال تلعب ويمين تلعب في اي حتة هيلعب. وحسين شحات مقدم عرضة علامي مع كاس العالم الاندية مع الاهلي. وكل العالم شايفه. مش معقول انت اللي لابس نظارة بس يعني. لما سألوه بقى طب انت مخدتش حسين الشحات ليه? قال لك حسين الشحات عايز يتعمل عليه. كوميسيون طبي. فاحنا مسافرين وما عندناش وقت. مسافرين وما عندناش وقت. طب ما كان جهاز المنتخب مع جهاز الناد الاهلي. كان حسين الشحات اتكشف عليه. وادوك الاوكين نهائي. وكنت عرفت. وكانوا ادوك معاد هو هيبقى جاهز للعب امتى? زي احمد الشناوي. ما انت قلت الجهاز الطبي اداني اا معاد رجوعه للملاعب. انه يقدر يلعب. شفت انا قلتلكو هنوقف مع احمد الشناوي هنرجع تاني ليه? طب اعمل حسين الشحات زي احمد الشناوي. تمام? بس هي انا مش عارف الاختيارات بناءا عن ايه? يعني عندك ااا حسين الشحات ده وياسر ابراهيم ما يتسبوش جد خالص في المنتخب حتى لو مش هتلعبهم اكيد في وقت في البطولة هتحتاج لحد فيهم. لعب تعب لعب مجهد لعب اي حاجة هتحتاجهم هتحتاجهم ما تحتاجهم. اه لو في حد خلى فيتوريا ما ياخدش الاتنين اللاعب دول يبقى زال لان اول واحد هيحاسب على كل اللي احنا بنقوله ده هو فيتوريا معين انا عارف عمر مرموش احنا وقفنا عند عمر مرموش بعد كده المهاجمين مصطفى فاتحي مع حمود كهربا احمد حسن هي دي قيمة المنتخب يا جماعة وكل التوفيق لمنتخب مصر واحنا نتمنى ان منتخب مصر يبقى في الصدارة دايما احنا كل اللي بنعمله ده والنقد اللي بنعمله ده نقد بناء ان احنا عايزين عدالة في الاختيارات واصل طول ما انت بعدالة تايما ربنا هيوفقك يعني طول ما انت ماشي وبتاخد الاصلح ها والاجهز دايما ربنا هيوفقك وهتلاقي نفسك ماشي مزبوط تمام خلاص خلصنا كلامنا عن المنتخب شكرا لكم يا جماعة وبعد اذنكم لايك وشير واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرز كل التوفيق للاهلي كل التوفيق لمنتخب مصر الاهل كده يا جماعة قبل ما نمشي عشر طيام اجازة الا اللاعب اللي عايزة تتجهز يعني الدو كريستو متولي بقول اللاعب الكاتت مصابة وعايزة تتجهز كل ادى امر بتجهزهم دول مش هياخده اجازات دول دايما شغالين تدريبه وبيجاهزه. اما اللعيبة الاساسية عشر طيام اجازة. وبعدين يرجعوا للتدريب. شكرا لكم يا جماعة. وبعد يزنكم لايك وشير. واللي ما اشتركش في القناة اشترك. ويفعل زر الجرس. السلام عليكم.